أنصار كيكل في فين يدعونا لمظاهرة حاشدة رغم حظر الشرطة أنصار كيكل كانوا دعوا لمظاهرة وعند تصريح الشرطة اعترضت لأنهم عايزين يعملوا المظاهرة في الهيلدن بلاتس وده قالوا أن من حقية المحلات التجارية أن ما يكونش عندها ضوضاء دلوقتي ده شهر التسوق وكلا ولكن رغم كل اعترضات الشرطة المنظمين قروا أو أعلنوا أن المظاهرة ستتم ستبدأ بالهيلدن بس أعتقد غدا على الساعة الثانية عشر إلى الواحدة ظهرا أعتقد نعم حسب ما قالوا يعني وستمشي وستسير في شارع الرنك وسط فيينا طبعا أعلنوا أنهم من خلال تطبيقات التليجرام نعم صحيح على الساعة الثانية عشر بعد الظهر ستكون رسميا في ساحة الهيلدن بلاتس هيلدن بلاتس يعني أمام مقر الرئاسة والنمساوية والمستشارية ووزارة الداخلية والخارجية وكل الوزارات السيالية بس في حالة الخطر دي هل أنت معا أن الشرطة تحضر أو لازم يسيبوهم طبعا أكيد شوف سيدي الكريم إحنا في عنا الأخبار أخرى كمان شوية رح تيجي تقلنا أنه عشر بالمئة عشر بالمئة من الشعب النمساوي متطرف متشدد يعني متشدد يميني هذا حتى فيك تعتبره نازي وفيك تعتبره أنه هذا طارد للاجئين وتأكاره للمهاجرين مهما كان يكون دين وشكله بس لونه أسمر إذن أنت مكروه إذن أنت شخص غير مرغوب فيك أنك تكون موجود بالنمسا فبالتالي يا سيد الكريم هذه الفئة خطر هذه الفئة شوف ما فينا نجملها دكتور ممدوح أنا هاي الفئة ما فيني جملها أنا هاي الفئة المتطرفة المتشددة هدول مثلهم مثل داعش في بلادنا مثل الجماعات الإسلامية اللي بتكفر الكل وبتيهين هن اللي واحدهم بالجنة والباقي كلهم هدول اللي بيفكروا نفس الطريقة بس هدول بطريقة أخرى هدول اللي عندهم معايير فهدول خطر هذا التفكير التفكير التطرف المتطرف إن كان يمين يسار إسلامي شو ما بدك مسيحي شو بدك تسميه سميه بشان اللي عم يسمعنا ما يزعله الله أي تطرف مهما كان يكون شكله سيد الكريم هو خطر على المجتمع هو خطر على المكان الموجود فيه طبعا هذه الجماعات اليمينية طبعا يجب مكافحتها طبعا يجب التصدي ليلة طبعا يجب منع مظاهراتها طبعا يجب يجب ويجب طبعا هي ممكن تؤدي للتخريب لابد من المنع طبعا ومش بس للتخريب سيد الكريم هذه تؤجج وتعزز الكراهية هذه المجموعات تعزز الكراهية يعني أنا بكرح فلان وبحب فلان بناء على أنه هو موجود بالنمسا وآخذ حقي وما له آخذ حقي فما فيني ما فيني ما فيني اتعامل ما فينا هاي الجماعات سيد الكريم أنه تنترك تنترك فقط أنه تحت اسم التعبير عن الرأي وتحت اسم حرية التعبير وتحت اسم كذا هربت كيكل هربت كيكل صحيح حصل على 28% بس 28% اللي حصل عليه بالانتخابات لا تخوله لا تخوله لأن يؤسس أو يشكل عفوا حكومة لوحده بس خد بالك هو برضو في المقاطعات برضو عنده زيادات بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر هاي احنا عم نحكي عن نسبة الإجمالية هي هاي نسبة اللي أخذها بشتاير معك على فكرة نفس اللي انتخابه بالانتخابات على مستوى النمسا نفس اللي انتخابه على مستوى شتاير مارك يعني بجوز النسبة زائد ناقص شوي ممكن نبحث فيها بس بصد بشكل عام هو حصل على 28% لم يحصل على 50% حتى يقول أن الرئيس النمساوي لم يكلفه بتشكيل حكومة ما انت لحظ بالشعب طيقك ولا حزب الاشتراكي طيقك ولا حزب النيوز طيقك ولا حزب الخضر طيقك على اي اساس بدك تشكل حكومة طب تفضل ضوعنا تيجي النمسا او ييجي الرئيس النمساوي ويضيع ويضيع يعني تضيع شهرين شهرين وهو هربت كيكل عم بيدور على شريك وما ايجا شريك طيب بده يرجع الحالة الدستورية التلقائية الاخرى ان يكلف كارل ني هامر لأن يبحث عن شريك وكارل ني هامر اتفق مع حزب الشراكي ولكن الرئيس النمساوي بذكاءه المعهود وحكمته المعروفة قالك من البداية يا سيد يا سيد يا سيد كيكل روح تشوف بدك تتفق قاله ما في حدا يتفق معي إذن خلص انتهى الامر ليش دعلان إذن الزعل فعليا مش من حقك هو برضو الموضوع ده يتكرر برضو في اشتاء مارك يعني رغم ان هو برضو طلع الاول في اشتاء مارك لكن ما فيش حزب عايز يشتغل معاه فبالتالي هيكون برضو الاتلاف هيكون سلاسي واشتراكي ونيوز او خضر فهي الحالة الديمقراطية فبدن يطلعوا بدن يطلع يظهر ويظهر ولكن يجب مراقبتون يجب مراقبتون